الاهلي فرغ الصبر البداية ممكن تبقى مبكرة بس هي مش مؤكدة لغاية دلوقتي لكن المؤكد ان احنا هنرجع رسميا يوم 27 نوفمبر ان شاء الله خمسة مساء هيكون لقاء المقونون العرب ده في الكاس القديم الكاس بتاع الموسم اللي فات الكاس الذي لم يكتنق من بعدها ندخل في مطشات ديسمبر هيكون عندنا يوم 2 ديسمبر مطش طلع الجيش الجولة الرابعة في الدوري ثم 7 ديسمبر هيكون مطش غزل المحلة ثم 12 ديسمبر مواجهة الاتحاد السكندري ثم 16 ديسمبر فيوتشر وبعد فيوتشر هنروح لـ 20 ديسمبر فاركو ثم 25 سموحة و28 ديسمبر نختم السنة بسراميكا كليوباترا 7 و 8 8 مطشات 8 مباريات هي المتبقية في عمر عام 2022-2028 ان شاء الله يبقوا يعني كلهم لصالح النادي الاهلي ممكن بس الاحتمال الوحيد اللي قائم ان يبقى فيه مباراة قبل الجدول اللي عرضتوا على حضراتكم دلوقتي ممكن تبقى يوم 22 او يوم 23 تبقى بداية او افتتاحية بطولة كاسر ربطة اذا ما قدر لها انها تنطلق لانه هنا ما بنصدقش الحاجة الا لما بتحصل فهمتوا على حضراتكم دلوقتي فهمتوا على حضراتكم دلوقتي